أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم المروع الذي استهدف إحدى الكنائس بولاية أندو النيجيرية جنوب غرب البلد وأصفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المصابين وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تعرب حكومة وشعبا عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر ضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين مؤكدة على تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم